ونحن دائما نتحدث عن العبادات والطعات ونأتي عند الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام هذه الفريضة التي نرى فيها معاني كثيرة هذا المعنى المقرون دائما الصلاة قرنت بالزكاة والزكاة قرنت بالصلاة في مواضح كثيرة في القرآن الكريم ما دلالة الزكاة ما دلالة إقامة هذه العبادة في أن يعم هذا السلام بين الناس جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا الفريضة والفرائض لم تأتي فقط لمجرد أنها شعائر يقوم بها المسلم بينه وبين يدي ربه ليس مجرد صلاة بأديها فقط بلا تأثير خارجي على أخلاقي بلا تأثير في معاملاتي لا لم تشرع الصلاة لذلك الزكاة كذلك يعني عندما نطق القرآن وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهنقف عند هذه الآية فلو نظرت إلى كل تعاليم الإسلام كل فرائد الإسلام هي تصب في جهة واحدة هي جهة التربية جهة إعداد النفس الإنسانية لتكون مكرمة لائقة لأن تجاور الله سبحانه وتعالى في جنته ده نوع أو ده يعني نوع من أنواع التربية الفرائدة الفرائدة تعد النفس تطهر النفس من بخلها إن كانت صلاة تطهرها من بخلها البدني أيوة لأني بنفق من بدني بنفق من وقتي بنفق من حركاتي النفس عايزة تستريح مش عايزة تقف من إدن ربنا مش عايزة تقوم الفجر في البرد تصلي لا وكذلك النفس تريده أن تمسك المال هتبخل يعني ما تديش لأنك ممكن تحتاج أولادك محتاجين اللي مش عارف فيه يحرم على كل هذه الأمرات لو المال غالي على الواحد يعني فلذلك لو نظرت إلى القرآن رأيت إن الصلاة مع الزكاة في 27 موضعا 27 موضع يقرن الصلاة بالزكاة لذلك لو رجعنا إلى حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة الثاني وإتاء الزكاة دائما الصلاة والزكاة هذه تسكية للنفس وهذه تسكية للنفس أنت هنا لا تبخل ببدنك وهنا لا تبخل بمالك فلذلك كان دائما حتى الشرائع السابقة يعني من يطالع كتب العهد القديم في التوراة يجد نصوصا تنص على أطعام الفقير الله أمال إيه الفرق بين الإسلام الإسلام نظم الإسلام ألزم الإسلام وضع أنواع معينة لا هناك كانت يعني عبارات عامة أطعام الفقير أعطي المسكين كل هذه العبارات جاءت معانيها في التوراة والإنجيل ولكن القرآن لا ده وضع قوانين لن تجدها أبدا في شريعة من الشرائع السابقة مثل هذه القوانين التي جاءت في الزكاة